السلام عليكم كثير من الناس يتساءلون لماذا لأننا نستطيع أن نفهم الأمريكيين الأصليين أو الأفلام الأمريكية ونعتقد أنهم يتحدثون بسرعة بينما في الحقيقة وما يتحدثون بسرعة غير يلسقون الكلمات كثير من الأسرار التي سنعرفون في هذا الفيديو إن شاء الله والتي يجعلون أننا لا نفهم الأمريكيين الأفلام الأمريكية ونعطيك الكثير من الطرق إلي طبقتهم ستقول لي حتى أنت تتحدث بسرعة وحتى في الفهم أيضاً ما يبقى عندك مشكل من ناحية أنك تفهمه هذا التغيير الجدري في اللغة الإنجليزية بدأ في القرن السبعة عشر واستمر حتى في القرن ١٨ و ١٩ من الأشخاص الذين يدعون تغيير كبير في اللغة الإنجليزية وشخص من شنوح حاول ما أمكن أنه يحيد أو لا يزيل جميع هذه الحروف التي يزيدين عن اللغة الإنجليزية وحسن حتى من النطق دياله أو لغير من النطق دياله اللي خلالنا أن نشوفه فرق كبير بين البريطاني النطق البريطاني والأمريكي النطق الأمريكي ونأخذ على سبيل المثال كلمة كولر عند الأمريكيين كولر كولر بينما كولر عند البريطانيين هي كولور فنوح حيث بزاف أو لا أزل بزاف من هذه الحروف الزائدة على اللغة اللي خلالنا أن نشوفها بهذا الشكل هذا وأيضاً من العوامل اللي خلالت أن اللغة الإنجليزية الأمريكية تختلف كثيراً عن اللغة الإنجليزية البريطانية هي أن الولايات المتحدة الأمريكية بها العديد من المهاجرين لذلك فيها تعدد ثقافات وهذا الشيء الذي يجعل اللغة الأمريكية كل مرة فيها كلمة جداً كل مرة نطق جديد وقد تطور بسرعة وهنا أخذ أمثلة في هذا الفيديو وحاول هذه التغييرات وهذا وفين تتجلى كما قلنا هناك العديد من الأمثلة لنحن نخذ بعض الأمثلة باش نحاول ما أمكن أن نفهمه النطق الأمريكي على سبيل مثال كلمة I am going to do some shopping نحن ندرس في المدرسة I am going to do some shopping نحن ندرسه بينما الأمريكيين لا يقولون I am going to do some shopping يقولون I am going to do some shopping I am going to do تختصر في I am gonna ردد معي I am gonna I am gonna Yes I am gonna I am gonna do some shopping I am going to do some shopping I am gonna do some shopping Okay على سبيل المثال The The Okay ينطقونها The على سبيل المثال What's the weather The weather The The Not the 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 weather The weather The day Okay The weekend The The weekend The 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 ردد معي The The Yes Tha You You في بعض الأحيانين ينطقونا Yeah Yeah يو في بعض الأحيان ينطقونها يا الفرق اللي هنا هو أنه اللغة الإنجليزية اللي كنقرأه في المدرسة مش هي تمام اللغة الإنجليزية اللي يتحدجونه بالأمريكيين هذا هو اللي يحدث فرق كبير و يجعلنا أننا نشكوا في قدرات دينا مع اللغة الإنجليزية كنقوله لماذا لا نستطيع فهمهم؟ بينما هي كنغير واحد الأسرار خاصة نعرفه بحالة شي اللي نعرفه ده مثال آخر عندما تكون تي و دي تنطق على سبيل المثال مثال آخر ينطقونها هل ي su do for liven؟ هي whatshu do for liven ؟ ردد معي؟ يس فأيدان الأمريكيين ينطقون تي دي في كتير من الأحيان سع adotكم الكتير من الأمثلة فيها تي تنطق دي على سبيل الميشد 30 هذا الفيديو مرارا وتكرارا لكي تفهم أسرار النطق الأمريكي وتدرب عليه كثير من المرات لكي تتعود على أنك تنطق به ولكنك بالطبع بغي تحترف أو لا تمكن من الأمريكي كتمنى تكون السافتة من الفيديو بي سوف ترجمة نانسي قنقر